موسيقى السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا السعين والحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين حياكم الله إخواني وأخواتي وقبل أن أبدأ بالمحاضرة طلب مني المحاضرة أن يُنقِّص قليلاً من وقتي فأنا مسامح إن شاء الله وذلك أتمنى أن نستمع لشيخنا الشيخ محمد الدكتور محمد راتب النابلسي وبالمناسبة هو من نابلس وأنا مواليد نابلس حياكم الله يرضى لك وجدود الشيخ محمد راتب سافر وخرجوا من فلسطين إلى الشام وجدود جاءوا من الشام من قطنة وسكنوا فلسطين جدي مدفون في قطنة سنة 606 هجرية توفي في ذلك العام هكذا موجود على قبره فأتشرف وهنا أيضاً أزيد إكراماً لشيخي والشيخ دكتور محمد راتب النابلسي على إمامته في الثورة السورية لأن العالم والإمام يجب أن يكون إماماً في السلم وإماماً في الثورة العالم الذي يسقط في الفتنة ليس بعالم وقد فضح نفسه وكان منافقاً في فترة السلم هنا تعرف الرجال وهنا يعرفون الرجال فحياك الله شيخنا إماماً وعالماً وكثر الله من أمثالك ونصر الله سوريا بثورتها وأهلها ولاجئيها ونصر الله إخواننا في مصر وفك حصار غزة ونصر الدعاة في كل مكان ولو كره الكافرون والمجرمون والمنافقون أخواني وأخواتي كيف أن تعرف مقامك عند الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده وهذا الذي ترجمه ابن عطاء السكندري عندما قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر حيث أقامك إن أقامك في طاعته فقد أقامك في مقام حب وود وولاية وهنا لأن الوقت قصير أريد أن أعيش معكم في مختصر سريع أرجو أن يكون برنامج عمل لكل واحد وواحدة منكم ومن لا يكتب الآن أرجو أن يكتب بعض الملاحظات نريد في هذه العجالة وهي في أقل من خمسة وخمسين دقيقة في أقل من عشرين دقيقة في هذه الدقائق أريد أن يخرج كل أخ وكل أخت ببرنامج عمل جديد ركزوا معي بالله عليكم نريد أن نصل إلى مقام اسمه مقام الولاية من يحب أن يكون وليا لله؟ ارفع يدك اللهم اجعلنا كذلك إن أردت أن تصل إلى مقام الولاية فقال الله عز وجل إن أولياؤه إلا المتقون اللهم اجعلنا من المتقين هذا المقام له طريق يسلك وسبيل يسار فيه وإليه وهو الذي سماه أهل العلم بطريق السلوك إلى الله عز وجل هذا المقام لا يناله أي أحد ولا يبلغه كل من سار في هذا الطريق فالسالكون في الطريق قليل الساركون السالكون في هذا الطريق قليل واسمحوا لي أن أخرج بمخرج إكزيت كنت أتمنى وهذا تحدي لكم وتحدي لي أتمنى أن يكون في محاضرة اللغة العربية كل أبنائنا ليفهموا باللغة العربية والإنجليزية كما نريد من آبائنا أن يكونوا باللغة العربية والإنجليزية كنت أتمنى هذا وهذا التحدي الذي أتحدى به كل أب وكل أم أنه في المرة القادمة إذا كان ولدك لا يجلس إلى جانبك في محاضرة لغة العربية فأنت فاشل هذا المقام مقام الولاية لا ينال إلا بأمرين ذكرهم الله عز وجل في حديث قدسي من أبرك وأقدس الأحاديث القدسية الواردة عنه في رواية النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أيها الإخوة هذا طريق حديث قدسي مختصر ولكنه رسم خارطة الطريق لكل من أراد الوصول إليه سبحانه وتعالى ونجد أن هذا الطريق لا يسلوكه إلا الرجال والنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال والرجولة أيها الإخوة غير الذكورة والفحولة الرجولة صفات خصائص اجتمعت في خلص المؤمنين من الرجال والنساء فالنساء شقائق الرجال وإن أردت دليلا على ذلك فانظر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابياته اللواتي جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنا متحديات لمقام الرجولة في العمل قلنا يا رسول الله إن الرجال يجاهدون ولا نجاهد ويتصدقون ولا نتصدق ويحضرون الجمعة والجماعات ونحن في بيوتكم فما لنا من ذلك كانت المرأة تنافس الرجل في ماذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لم تنافسه في الوظائف الحكومية ولم تنافسه في المناصب السياسية ولم تنافسه في المال والاقتصاد وإنما نافسته في المقام عند الله ولذلك هؤلاء النساء جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فما لنا من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعُل المرأة في بيتها وفي بيت زوجها يعدل ذلك كله إن المرأة التي تُحسن سياسة بيتها هي المرأة الصالحة هي شقيقة الرجل وهي التي يريدها الله ويريدها رسوله صلى الله عليه وسلم فالنساء شقائق الرجال فأريد أن أذكر صفات الرجال والنساء اللواتي والذين يمشون في طريق الولاية إلى الله عز وجل وهؤلاء قل يا إخوة وهؤلاء قل اللهم اجعلنا من هؤلاء وقليل من عبادي الشكور وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة هم رواحل الدعوة هم حملة الإسلام هم الصابرون الثابتون وانظر إلى صفاتهم في كتاب الله اللي تتعرف عليهم هؤلاء يا إخوة هم أتباع رسول الله وهم أحبابه صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الذين تمنى عمر أن يكونوا معه جلس عمر رضي الله تعالى عنه يوما مع أصحابه كما روي في كل كتب السيرة وفي بعض كتب الحديث قال عمر رضي الله تعالى عنه تمنوا قال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوئة ذهبا لو أن هذه الدار مملوئة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق وقال رجلا أتمنى لو أنها مملوئة زبرجدا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق قال عمر ثم قال عمر تمنى يا أمير مونين قال أما أنا فأتمنى لو أنها مملوئة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان أستعين بهم في طاعة الله سيدنا عمر رضي الله عنه ما كان يريد مالا يريد رجالا ونحن الآن عندنا مشكلة في الرجولة أيها الإخوة في الرجال أقصد من النساء والرجال أرجو أن نفهم المصطلح القرآني والمفاهيم القرآنية عندما يقول القرآن رجال أي يعني رجالا ونساء وقد نزل في ذلك آيات تعدد سبب نزولها واتحد السبب كما ذكر أهل العلم صفات الرجولة ثلاثة عشر صفة جمعتها من القرآن الكريم تحدد صفات الرجولة والرجال من القرآن ومن لم توجد فيه صفة من هذه الصفات فقد فاتته صفة من صفات الرجولة أرجو المعذرة لكل إخواني وأخواتي وهذه الصفات للرجال والنساء أما الصفة الأولى فهي صفة ذكرها الله عز وجل بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إن الصفة الأولى للسالكين طريق الولاية خلاص؟ أقصد تاني قدش؟ خمسة؟ بزاك الله خير ماشي خمس مينتس أولها ليس من أهل الله ثانيا الوفاء والصدق قال الله عز وجل لرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ولذلك الرجل الكاذب ليس برجل الذي يكذب ليس رجلا الذي يخلف الوعد والعهد ليس برجل الذي ينقض الميثاق ليس برجل الصفة الثالثة القيام بالمسؤولية الذي لا يتحمل المسؤولية ليس رجلا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رأيته أولها والرجل راعٍ ومسؤول راعٍ في أهله وهو مسؤول في رأيته وكذلك المرأة أربعة الثقة بالنفس الذي لا يثق بنفسه ولا يثق بإيمانه وليس إيجابياً في فكره وعقله ورأيه ليس أيضاً لم تكتمل عنده الرجولة خامساً الشجاعة كل جبانٍ نقصت رجولته بقدر ما نقص عنده من الجبن ليس الجبنة الجبن سادساً الطهارة من صفات الرجولة التطهر فيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا وآسف أن يكون المفسرون قد قصروها على التطهر فقط في الحمامات وإنما التطهر من رذائل الأخلاق ومفاسد الأعمال رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه الرجل لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر لماذا؟ لأنه من رجالٍ تطهروا في سبيل الله عز وجل سادساً رجالٌ يعرفون قيمة العمل الرجل الذي ليس له عمل ولا يعمل أيضاً نقصت رجولته الصفة السابعة وكلها والله في عليها أحاديث كثيرة وأقوال ليس المجال الآن لذكرها سابعاً الرجال يعرفون قيمة الوقت إذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في عملٍ في أمر دنياه وأمر آخرته ثامناً الرجال همتهم عالية هممهم عالية في أمور الدين والدنيا رحم الله الشافعي الذي قال همتي همة الملوك ليس ملوك زمان ليس ملوك اليوم همتي همة الملوك ونفسي نفس حرٍ ترى المذلة كفرة ترى المذلة كفرة تاسعاً العلم والفقه في الدين عاشراً لا يعرفون السلبية سلبية في التفكير ولا السلبية في العمل الحادي عشر رجال الثبات والصبر قال الله عز وجل فيهم رجالٌ صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ثاني عشر وهذه هذه هي صلب المحاضرة هذه هي صلب المحاضرة النقطة الثانية عشر والتي تحتاج إلى وقوفٍ معها لأننا كما ذكرنا طريق الولاية طريق الفرائض وطريق النوافل النقطة الثانية عشر رجال العمل والخير والبر والتطوع وهذا أتركه إن شاء الله لكم أن تتباحثوه مع أمتكم مع مشايخكم ماذا يجب علي أن أعمل أنت تجد أن السالك في طريق الله عز وجل إما في فريضةٍ وإما في نافلة والفريضة فريضتان إما فريضةٌ عينية وإما فريضةٌ كفائية أنت في عمل رجلاً وامرأة ثم بعد ذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لن تنال الحب إلا بالتطوع ابحث عن أبواب التطوع لأن أسعى في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً كاملاً أيها الإخوة والأخوات سلوا الله عز وجل الولاية بحسن العمل وإخلاص النية وصدق التوجه إلى الله ومن توجه إلى الله توجه الله إليه بوجهه الكريم ومن توكل على الله كفاه ومن اتبع سبيله هداه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر